الأول من آيار في كل عام يحيي العمال في مختلف بلدان العالم ذكرى يوم العمال العالمي الذي يحتفل فيه بالمسيرات والمهرجانات الخطابية والتكريمية للجماهير العمالية في معظم أرجاء العالم من أجل لفت الأنظار إلى دور العمال ومعاناتهم والعمل على تأمين متطلبات العيش الكريم لهم ولعائلاتهم وبينما يحتفل العمال في جميع دول العالم بيومهم السنوي يعيش العامل في العراق معاناة لا تنتهي مع رحلة البحث عن العمل في بلد تمثل فيه البطالة مشكلة حقيقية يصعب على الوزارات والقطاعات الاقتصادية التصدي لها العراق وبعد أن كان يستقطب الأيد العاملة تغولت ظاهرة البطالة فيه بشكل كبير منذ الاحتلال الأمريكي ولغاية الآن لتبلغ نسبة 30% من قوة العمل البالغة نحو 7 ملايين شخص بحسب مصادر حكومية نسب لم تكن نهائية في ظل تعدد أنواع البطالة في العراق إذ قدرت وزارة المال نسبة البطالة المقنعة بنحو 30% وفي الوقت الذي رأى الخبراء أن البطالة المقنعة تفوق هذه النسبة بكثير في ظل الأوضاع غير طبيعية وإهمال خدمة المواطن في عدد كبير من الإدارات والمنشئات الحكومية الإنتاجية والخدمية محللون اقتصاديون في جامعة لندن قالوا أن هدف الولايات المتحدة من غزو العراق لم يكن محاولة التنصيب حكومة معينة من قبلها بل تدمير الاقتصاد الداخلي للبلاد حيث كانت أمريكا تستهدف يوميا المؤسسات الخدمية والاقتصادية في العراق خلال الحرب لتدمير أكبر قدر ممكن من البنى التحتية لتوفير فرص لشركاتها في المشاركة في إعادة الإعمار بعد الحرب وبأرباح خيالية وهكذا تبقى شريحة العمال مجردة من كل ما يمتاز به أقرانها في العالم إذ أن نقابة العمال مغيبة وغير فعالة وليس للعامل أي ضمان اجتماعي أو حقوق في الوقت الذي تعد طبقة العمال هي الأكبر في العراق لتبدد حقوق العاملين وتبخس أجورهم فيما لا يحتج العراقي أو يتظاهر خوفا من طرده من وظيفته أو التعدي عليه من قبل القوات الحكومية